في إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومي السادس عشر بعد المئة استقبل محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والتقى وزير الأوقاف عددا من الأئمة وقيادات المحافظة وأكد خلال اللقاء على دور الوزارة الحيوية في تقوية الحس الإيماني العام وتعظيم القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاق الأصيلة مشيرا إلى أن كافة الشرائع السماوية حفت على الامتثال لتلك القيم لدورها الفعالة في بناء المجتمع لافتا إلى أنه يجري اعتماد مئة مسجد بنطاق المنوفية واختيار الأئمة والوعظات الأكثر تمييزا لتقديم الخدمات الدينية من خلال البرنامج الصيفي للطفل لإعداد جيل واع من الناشئة